إذا جاءت وزيرة الشؤون في هذه الفترة الجديدة وهذه الوزارة الجديدة وقالت أنا تأحد بتصليح كل اللي أنتم لكم عليه ملاحظات هل تعتقد أن أيضاً سيكون وجودها مصدر قلق بين العلاقة بين السلطتين؟ والله شوفوا اللي أنا شوفوا حالياً يعني من خلال طبعاً تغايف زمل النواب يعني أشوف إجماع اللاماتكم موجودة في تشكيل طبعاً من شنو رأيك؟ أنا رأينا تمشي تقدم صغيرتها أفضل لها لأن حتى أنت لو شوف تشكيلة الحكومية حالياً تلاحظ مثلاً أن أحد الوزارة اللي هو بالتحديد وزيرة الدولة للشؤون مجلس الأمة عادل إخرافي يعطينا فقط وزارة الدولة للشؤون مجلس الأمة شو شنو دورها هالوزارة؟ لا هذا معناته جاهز لأي وزارة أخرى تنظم له فأعتقد أنا في حال استجواب هند الصبيح طبعاً راح تطلع للإستجواب وبالتالي أتوقع راح يكلف عادل إخرافي بلأن يكون وزير الدولة للشؤون مجلس الأمة أو وزير الشؤون يعني استاند باي احتياط لأنه ليس معقول يعني كعادل إخرافي وعضو مجلس الأمة وشخص كذلك أنه يقبل فقط في وزارة واحدة أكيد ما عدينا في وزارة ثانية